مسؤول زحمد قبل سبع سنين لم تكن العلاقات ما بين مصر ودول القارة الأفريقية على النحو المطلوبة لكن دلوقتي احنا شايفين مصر بتقود القارة الأفريقية وزيما حضرتك قلت في أي محفل دولي يتحدث الرئيس عدد الفاتح سيسي باسم القارة الأفريقية ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك انت اقترابت اقتراب تعاوني تنموي مختلف استطعت ان تقدم خبراتك الفنية والادارية استطعت انك انت تستلهم الطقات وتحفز الطقات لقطاع كبير من الشباب الأفريقي الأدوار المختلفة للقوى النعمة المصرية وعلى رأسها منتدى شباب العالم واللي احنا بنشوف فيه مشاركة فعالة لقطاعات من الشباب الأفريقي واسهمهم في منقشة قضايا القارة وتبني الأمم المتحدة المؤتمرات الشباب منتديات شباب العالم باعتبرها منتديات توصياتها ينبغي النظر لها ودرساتها وإقرارها في الأمم المتحدة ده أمر بيعكس الاهتمام بقضايا الشباب الأفريقي الحقيقة الدولة المصرية في اقترابها من القارة الأفريقية اهتمت ان هي توصق العلاقات على أسس تحتية مش على أسس النظام مع نظام آخر لا انت بتشتغل على اقتراب تعاوني وليس اقتراب تخريبي يعني ما انت ممكن تعمل منتديات لشباب العالم ممكن تستضيف شباب عالم بس تخليهم يشتغلوا على غير أولويات الدولة الوطنية داخل كل دولة من دولهم انما انت في الحقيقة انه لما بتعمل هذا الاقتراب انت بتشعر هذا الشباب بأهميته بقيمته بقدرته على التواصل والحوار مع رأس الدولة المصرية فخمة رئيس عفتاح السيسي في اللقاءات المختلفة اللي بيتم عقدها ومن ثم انت بتقدر توصل نموذج تنموي لهذا الشباب بتهتم بأفكار ريادة الأعمال بتعرض لخبرات هذا الشباب في مواجهة التحديات غير التقليدي اللي بتواجه التقارة سواء التحديات ما بعد جائحة كورونا سواء التحديات المناخية ويمكن الاسهام الرئيسي للدولة المصرية في منتدى شباب العالم الأخير وفي اللقاء الأخير في القمة الأفريقية الأوروبية كان يتعلق فيه جلسة مخصصة للمناخ ويمكن مناشات الشباب المصري ومناشات الشباب الأفريقي بتتضمن كثير من الرؤى اللي بتتبناها الدولة المصرية ودول القارة الأفريقية في التعامل مع هذا الأمر الاقتراب ده اقتراب مختلف جدا عن فترة انقطاع طويلة مرت بالدولة المصرية في علاقتها بالدولة الأفريقية كانت العلاقات فيها مستقرة على مستوى التعامل الدبلوماسي والمستوى الرسمي للعلاقات ما كانش فيه هذا النوع من الاقتراب لتغيير الصورة النمطية للشعب المصري وانتماءه الأفريقي لجزوره الأفريقية وعلاقته مع شعوب القارة الأفريقية وعشان كده انت بتقدر تشوف ترحيب كبير جدا من دول القارة ومن قادة هذه الدول لإدركهم أن الدولة المصرية تتحرك مؤسسيا بصورة فعالة من أجل تنمية ودعم حقوق الشعوب في هذه الدول اتنين أن الدولة المصرية تؤسس للعلاقات على مستوى تحتي بيشمل العلاقات مع الشعوب والشباب بطريقة تطيح لهم التمكين من قدرتهم وطرح رؤاهم باعتبرهم رواد أعمال في هذه الدول وتشجيع هذه التطورات المهمة على صعيد الشباب الأفريقية قائمة الفكرة على الاحترام الحقيقي لشعوب الجوار في أفريقيا نحن مش بنتكلم على مستوى حكومات ودول نحن بنتكلم كمان على المستوى الشعبي يعني علاقات حقيقية قائمة بينهم خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة في الإطار ده ولازم نتفهمها مع الاحتفاظ بالحق الكامل للدولة المصرية في الدفاع عن أمنها قوم المائي واعتبار مياه النيل خطا أحمر إلا أن الدولة المصرية قدمت للدول الأفريقية البرهان العملي على إدارتها الرشيدة والعقلانية لهذه الأزمة والتزامها بكل القرارات والموصيق والاتفاقيات التي تم توقعها في هذا الإطار وأيضا أن الدولة المصرية تتعاون وتبدي دائما حسن النية في التعامل مع الاتحاد الأفريقي بغرض التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لهذه القضية ده نموذج الدولة المصرية بتقدمه كنموذج رائد للتعامل بين الدول القرى الأفريقية وإزاي أن الصراعات والأزمات يمكن أن يتم إدارتها من خلال المنظومة الإقليمية المعنية بهذا الأمر وده يمكن بيعكس تطور مهم بيزيد من مصداقية الدولة وقيادتها لدى شعوب القرى الأفريقية ترجمة نانسي قنقر